من كان يظن أن مستشفى الوهد بمدرية توبلة تابع لمحافظة الحق ولذي افتتح في سبعينيات القرن الماضي كهدية من دولة الكويت سيأل حاله إلى هذا الحد بعدما كان يقدم في بداية متصف عمله خدمة صحية كبيرة ومهمة أهمها إجراء عمليات جراحية بمجال العيون والباطني تضرر المستشفى ضرراً بالغاً أثناء الحرب الظالمة وكذلك من سرقة ونهب بعض الأجهزة والمعدات الطبية ما زال المستشفى يقدم خدمة صحية لسكان المنطقة ولكنه أصبح يعاني في السنوات الأخيرة من قلة الدعم والتي أدت إلى سرقة أغلب أجهزتها وما تبقى منها بعضه لا يعطي التشخيص الصحيح بسبب قدمها إلى جانب تضرورها في فترة الحرب تعاني بنقص شديد في المختبر من حيث الأجهزة من حيث المواد المختبرية لذلك الاستيعاب كثير ونقص شديد في المحالي الجزء عندنا قديمة وكل جهاز صلاحية محددة يعني مدى محدد يكتسب مستشفى الوهد أهميته بأنه يربط خطين عامين رئيسيين هما خطوعة تعز والخط الساحلي والتي دائما ما تكثر فيهم الحوادث في ظل وضع صحي لا يستطيع فيه المستشفى استقبال الحالات الحرجة أو التخفيف من معاناة الناس بما يستدعي نقلهم إلى مستشفى آخر والذي قد يؤدي إلى تفاقم الإصابة أو الوفاة ظل مستشفى الوهد يكافح من أجل البقاء وتخديم خدمات للمرضى والذي يستقبل أكثر من 150 مريض في اليوم الواحد في ظل عدم توفر أبسط المقومات من المعدات والمستزمات الطبية والعلاجية من أدوية ونقص في الكادر الطبية مما يحتم على المريض الانتظار لساعات طوال حتى يتم العناية به تعاون تشفى الوهد والله ولا يعطوك شيء غير الدرب فاضي بس المستشفى يحتاج للتأهل أولا في بنيته التحتية نهيك عن انقطاع التيار الكهربائي والذي يؤدي إلى توقف العمل لساعات طويلة لتطلق إدارة المستشفى مناشدة للمنظمات الدولية لدعمه إذ لا تستطيع الجهات الحكومية دعمه في الوقت الحالي لما تمر به من أزمة حرب ما تزال قائمة أفتر شعتل لقناة بلقيس من مستشفى الوهد التخصص بمديرية توبان محافظة لاحق اشتركوا في القناة